في إطار الاهتمام الذي يليه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بالتواصل مع كافة أبناء البحرين استقبل سموه حفظه الله في مجلسه الإسبوعي بقصر الرفاع مساء اليوم أفراد العائلة الملكة الكريمة والوزراء وأعضاء مجلسي الشورى والنواب والبلديات وعددا من رجال الدين والفعاليات الاقتصادية والاجتماعية وأعضاء السلك الدبلوماسي في المملكة والشخصيات الأكاديمية والفكرية والإعلامية وعددا من أفراد المجتمع وقد رحب سموه حفظه الله برواد مجلسه الإسبوعي الذي يجسد صورة من صور التواصل الذي يحرص عليه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه تكريسا لنهج المجتمع وسنة الآباء والأجداد وترجمة للروح الأصيلة للمجتمع البحريني ونسيجه وهويته الجامعة وقد أثنى الحضور على حرص سموه بالالتقاء بالمواطنين والتواصل معهم وما يشكله المجلس من منصة جامعة لكافة أبناء المجتمع في صورة تجسد هوية البحرينيين التي جبلت على المحبة والخير منوهين بجهود تعزيز أسس التنمية المستدامة لتحقيق المزيد من الرخاء والتقدم وتأمين الحياة الكريمة للمواطن موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا في القناة اشتركوا 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 في القناة